معنا عبر الهاتف سفير بلادنا في المغرب عز الدين الأصبحي أستاذ عز الدين مرحبا بك إذن حدثنا أكثر عن ما يحصل في المغرب بشكل عام وعن وضع الجالية اليمنية في المغرب بشكل خاص شكرا جزيلا أخي العزيز وأولا تعزينا للمغرب ملكا حكومة وشعبا الشعب المغربي الكريم في هذه الكارثة نشاطره آلامه وأحزانه من البارحة وحتى اللحظة هناك نوع من الحزن العميق في جميع المملكة المغربية هذه الكارثة هي أكبر ذلزال من حيث المقياس لريختر يتعرض له في المغرب ولا تزال أعداد الضحايا كما ترى غير مستقر هذه اللحظة شعرنا جميعا في جميعا حال مغرب حقيقة بالذلزال رغم أنه حدث في إقليم الحوز في جنوب غرب مراكش وهي في جبال الأطلس وهي ليست منطقة نشطة من المناطق التي تتعرض للزلازل دائما ولكن كان لافتنا أن تكون في منطقة جبلية وردات الاهتزاز سمعت في جميع أنحاء المنطقة المغربية تغاصلنا بالسفارة اليمنية مع معظم جاليتنا بخير الحمد لله ليس هناك أي إصابات هذه اللحظة اليوم عاودنا الدوام رغم نهاية الأسبوع لتلقي حالة طوارئ في أي شيء البلاغات هنا أو هناك ولكن حتى الآن الأخبار فيما يخص الجالية اليمنية مطمنة لكن فيما يخص الجانب المغربي هناك بالفعل نستطيع أن نقول كارثة حقيقية الزلزال هو الأعنف منذ قرن تقريبا سبع درجات على ميزان ريختر والضحايا كما ترى في حال التصاعد وعمت المغرب نوع من الصدمة الكبيرة حقيقة والحزن العميق ونعمل جهدنا في أن نشاطر الأشقاء هذا المصاب الزلل وأن يخذ المغرب معافة بإذن الله وإن يكون هناك تدارك لكثير من الأضرار التي حدثت خاصة أن مراكش واحدة من أقدم المدن التاريخية على مستوى العالم وربما بعض المعالم الأثرية وهذا شيء محزن ما فيها السور الأثري والصومعة الشهيرة في الكتبية في قلب جامع الفناء في مراكش وغيرها من الآتار التي يقال بأنها تعرضت للأسف لكثير من الأضرار أستاذ عز الدين الأصبحي سفير اليمن بالمغرب شكرا جزيلا لك